السلام عليكم لبنات و المميمات اتمنى اربي تكونوا كلكم باخر و على خير بيئة مصطحة و العافية و انتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم فيديو جديد سحية و بنينة أسابيع البطاطة و الحوت في الفرن و اكيد سوف نصيب معكم واحدة صلاطة رائعة و احتاج واحدة سلافة المحمصة مسلوقة بعد ما سلقتها سوفيتها و خليتها تبرد و عندي الخص و مطيشة و الخيار و الفقوس و واحدة البصيلة و عندي درا و احد خوخة و واحدة الخمسة بالكرموس المهم الخضر دينا كل هم نغسلوهم و نقطعوهم و ناخذ المحمصة و نضعها في البول و نضفق منها مطيشة و الخيار و الفقوس و البصلة و الدرا و نضعهم جانبا و سوف نصيب الصلصة او لسوس لنسقي السلطة لدي عسير الحامض و احتاجه الكلب وزيد زيتون وضع 3 المعلق كبار وضع 1 المعلقة الموت عرض وضع الملح على حسب الضوغ وضع 1 المعلقة كبيرة العسل بصراحة المادقة الملوحة مع العسل ويجباً يلددها وضع الملحة ونضيف لسوس فوق من السلاطة ونخلط بصراحة كدي سلاطة بنينا وصحية كنقدموها مع الأطباق دينا وهنا ينزيب الطباق دينا تقديم وكنستفي الخص وشوية الخيار وشوية الفقوس وكنوزعهم بهذا الشكل سوف نجيب السلاطة اللي وجدت معاكم وكنضيفها من الفوق وما تنسونيش خواتاتي وميمتي الزوينة والفنة من واحد لايك واشتراك وبرتاج للفيديو وشكرا وهذا لتحفيزي فقط باش نستمر بإعطاء المزيد والمزيد إن شاء الله بسرحة السلاطة كديب نينا فجربوها بهذا الطريقة وهنا يكنزيين بالخص وعندي مطيشة مقطعة حتى هي غنضيفها من الجوانب ديال الطابق صافي وكنستمر بسرحة الغذيوة ديالليوم كتجيب نينا أو صحية فغنوجد معاكم إن شاء الله مورا السلاطة السمك مع الأصابيع ديال البطاطيس في الفرن كيجيو لدات بزاف وكيف ما كتشوفوا معايا عندي شي حبة ديال كرموس وقطعتهم وتوهما كنزيين بيهم ووحد الخوخة زيينت بها تهي المهمة تزيين كيبقى إختياري كتزيين باش مبغيتو ثم تبضعوا في السلاطة ديالكم كيف مبغيتو صافي هنا يكنكملت السلاطة هذا هو الشكل ديالها النهائي بصراحة كتجيل ديالة أقبل أخليت شوية ديال اللاصوس غنزيدو من فوق السلاطة وفوق مطيشة صافي ونحطها تبرد ونمرو إن شاء الله بس نكملو بتاتيم ديال التحضير ديال الغذيوة وهنتم معايا ودبع على بركتي الله عندي الحوت وهم الكمية كتبقى على حسب الرغبة وعندي البطاطاتة هي الكمية كتبقى على حسب الرغبة قطعتها على شكل أصابيع والحوت كذلك غسلته ونقيته وخليته كيستقطر وهنايا كان وجدت شرمولة كنحتاج في التوابل مع القصغيرة ديال كامون ومع القصغيرة ديال بابريكا تحميرا والمالحة لحسب الطوق وشوية ديال قصبورو معدنس وشوية الهريسة ومع القصغيرة ديال الكوركم وربع كأس ديال عصير حامط وزيت زيتون واحد ثلاثة ديال المعالق كبار صافي كان ناخد واحد شوية من هات الشرمولة غنحتاجه للبطاطين شاء الله من بعد وكان بدن نشرم السمك صافي كان بدن ندخل فيه الشرمولة مزيين بيدية بصراحة كيزي بنين بهات الشرمولة وفي الفران بصراحة ما تسبعوش منه وكيف مما كتشوفو فانا نفلح الحوت من قبل باش كندخل فيه شرمولة مزيين وكيتلدد وكنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكيمياء اللي عندي ديال الحوت نشرملها كاملة ونرجع معاكم وكيف مما شفتو شرمولة مدرتش فيها قاعد تومة فهي كتزيل ديضة وحتى الوليدات ما كيبغيوش ليات تومة في الحوت وهنا يصفي شرملت الحوت خضيتك شوية ديال شرمولة اللي انا يمطرفها من قبل وكنزيد عليه واحد شوية ديال الموطارد وشوية ديال زيتون وغنبدن نشرمل الاسابيع ديال البطاطا وكنزيد حتى شوية ديال الرباع فاكيد البطاطا غير نقيتها وغسلتها مزيين وقطعتها على شكل الاسابيع وخضيت اللطة ديال الفران نفرش بورقة الطبخ وبديت نصطفيها البطاطا اللي انا يمشرم لها فاحسن حاجة هي اننا نديرو البطاطا مع الحوت في الفران كي يجيوا لدادو صحيين وكنت هنو من القلي فكنخشوهم في الفران صافي وكنت هنو حتى يتحمره واكيد كنستافدو من الاكل ديالنم اللي كان طيبوه في الفرن احسن من اننا نقليوه صافي غندخل اللطة دياليال الفران حتى يتحمر الحوت وتكون النار شوية مجهده والفران مسخر من قبل حتى يتحمر الحوت مع البطاطا وارضطه مع وتاني يتحمروا من على الوجه ديالهم صافي وكن نخرجوهم وهنا يكن وجد معاكم عاصر عندي واحد الحبة ديال المونج اللي انا يمقطعها طريفة صغار صافي وكنزيد واحد جوج معلقة ديال السكر والسكر كي يبقى على حسب الضوء وممكن تديرو العسل وعندي العاصر ديال البرتوقال واحد سبعة ديال الليمونت عاصرهم صافي وكنتطحن في مولينيكس ومن بعد مما كانتطحن نضيف الماء على حسب الرغبة انا غنزيد واحد ربع اطره ديال الماء وكي يبقى على حسب الرغبة على حسب التركيز اللي بغيتوه يكون العاصر ديال كون فيه صافي وكنتطحن واحد شوية وكي يكون العاصر ديالي وجد وهنا يا العاصر وجد كان خوف الكؤوس كيف ما كتشوفو كي يجي خاتر وبنين بصراحة ما كان محسن من الاكل الصحي اللي كان كنو طيبناه بلاكتر الزيوت او القلي المهم غضيوة صحية وهنا يا صافي الحوت مع الاصابع ديال البطاطا هما طابوا هنا كنخرجهم الفران صافي غنقدمهم بصراحة الريحة ديال الحوت والبطاطا كتشهي والتي كتوحمت سمحليا والبطاطا كيف ما كتشوفو معي كتزي طايبة وفيها شفية القرماشة وعندي هنا ياسوس الجيغيان باش كنغطس فيه البطاطا صافي هذا هو السامك بعد ما ما طف الفران بصراحة صدقوني كي يجي لديد بزف والاصابع ديال البطاطا هما كي يجيوا بنان وحطيت معهم سوس الجيغيان صافي والسلطة ديالي هي هذي اللي وجدتها معكم بصراحة غضيوة كتزيب لينة بزف كنتمنا تعجبكم وتجربوها ونكون خفيفة ضريفة على قلبكم والحمد لله شكت صب عندنا هذي العشية فالفيديو كان مونطه لكم اليوم ديال الثلاث فلاسية وهذه هي الغضيوة ديالنا اللهم ادمها علينا نعمة وحفظها من الزوال وما تنسوني شمين لايك والتعليق ما تبخلوش عليا وشكرا استودعكم الله الى اللقاء